بسم الله والصلاة والسلام على صل الله هذا يا أخونا اللي نذكركم اللي يبعثنا صور عند الزيت يخرج ما بين البلوك والكلاس مكان هذا كان قبل كان هذا كان عند الزيت يخرج مكان هذا كان ذكره يخرج البرع بعد ما فكوا كل شي يعني بعثت لي صور أخرى قال لي أني لجيت البلوك فيه إشكالية مثل هذا فيه الإشكالية هذه اللي هي مسوس منها مسوس من هنا أزاد كيف كيف مسوس من أماكن هذه كلها مسوسة يعني هذه أزاد كيف كيف أماكن هذه مسوس هذه كيف كيف يعني عنده سوس فيه عدة أماكن هذا كيف كيف المكان هذا مسوس المكان مسوس هنا هذا كيف يبدأ السوس بداية شوية شوية السوس هنا هذي عندك كذلك الأماكن هذه هذي 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 كلها فيها سوس مع شوية سوس هلا هذي هذية هذية الأماكن الخطيرة ثم hol第一 هذي كل هذه المحركة ليست مشكلة هذه المحركة ليست مشكلة الأماكن الخطيرة هي في حشية البلوك هذه الحشية البلوك هي التي فيها الإشكالية هي جهة الشميس بلخة السرية هي خطورة على المحركة هي خطورة على المحركة وهي حالة هذه هذه الأماكن المخطرين على المحركة وهو أبعث لي يحب أن يكون هذه المحركة ليست مشكلة يحب أن يفهم ماذا هو أحوال المطور هذية وماذا هو الحل فيه الحل هو كون أنه لا يعيش فيه المطور هذية لا يعيش فيه يجب أن يعمل اعتباره الفتحة الجاية لحظة المحرك لا يفتح يحضر المحرك حتى يغير البلوك لا ينجح لا ينجح أربعة أو الخمسة أو ثلاثة أو ثلاثة يعني كل المحركات لا ينجح أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة لا ينجحوا بالنسبة للألمنيوم هذه المرة الجاية يجب أن يعمل حسابه لا يوجد حل إلا تبديل المطور حتى بلوك لا حتى بلوك لا يجب أن يبدل محرك كامل لا يوجد محرك لا يرتاح ويتهنى إنما يصبر عليه ما زالي مشيه ما زالي مشيه ما زالي مشيه ما شاء الله يعني لين يغير لين وقت المرة الجاية يخرج زيت أو يخلط ماء وزيت أو يعمل مشكلة وقتها يغير أما طوى مش مشكلة يعني البنزينة والبنزينة لا يخافش كما الديثي لأنها لا يوجد ضغط كبير على الأماكن بتاع البيستان أما بالخص مكان زي هذا شفتوا هذا هذا يعني صعيب بش يطول معه بالخص هذا شفتوا المكان هذا المكان هذا بالذات تم يعني على الأخر الحاشية على الحاشية متاع البيستان ما عاش فيه كما هذا هذا كيف كيف على الحاشية متاع البيستان أضم الأماكن يعني هذا بالخصة هذا هدايا صعيب شوية بش يطول معه في المرة هدية صعيب يسر بش يطول معه إنه هو يمشي بش يمشي لأنه جاي على الحاشية بالضبط أنا نصحه ما يفرسيش عليها السيارة هذه ما يجريش بها برشة ما يخليها أكثر من لازم اللي هو إذا كان يعني حسها فيها حراب زيدي نقصلها في الجنري لأن المحرك يحتضر يعني على وشك الإتلاف أماكن هذه الخطيرة كلها اللي هي اللي هي هذه الحالة هذه اللي هي جريبة للبيستان هذيك هذيك ردبان منها هذيك ردبان منها هذي هذي ما عاش فيها دواء ولا يلحم ولا يعمل حد شيء ردبانه لا يلحم ولا يغير محرك على طول غير ما يتعب روحه ويخسر فلوسه أول ما يحس أول ما يحس بالفم يعني أسخانة زيادة ولا تضيع ماء ولا تضيع محرك على طول على طول يغير المحرك ما غير ما يخلق روحه يعني هذا محرك يحتضر زي ما قلته يعني ننصحوا أنه ما يجريش به برشة ما يجريش به برشة ما يخليش يسخن أكثر من لازم لك الحظ تسخن إذا لاحظ مكلة ماء أو خروز زيت يحضر نفسه لمحرك ما فيش حتى حال إن شاء الله دفعك محرك بسلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا واحد من الأخوة المتابعين بعثنا فيديو عنده مشكلة خروج زيت بعثنا تصور عنده مشكلة خروج زيت ما بين الكلاس والبلوك عنده خروج زيت ما بين الكلاس والبلوك شوف فيها شوفوا في المكان هذا هنا هذا كل ما يخرج الزيت شوفوا هذا كل ما يخرج الزيت شوفوا هذا كل ما يخرج الزيت هنا هو وهو ه hakشاه هذا وهو وهو كان يفصل ما بينyn الموتور والبلوك ما لي critic يفصل ما بين المطور البلوك كيف يفصل ما بين المطور البلوك هو اللي بشي يوزع المهام اللي تعمل في المحرك الكل هو شوان كلاس وظيفة كونه هو بش يفصل ما بين الزيت مثلا الزيت هذي هنا هذي كلها اماكن زيت هذي زيت هذي زيت وما بين اماكن الماء هذي ماء هذي ماء هذي ماء فمن الماء وماكن البلوناتي لاني هو بش يربطوا على الكلاس يربطوا على الكلاس اماكن البلوناتي طبعا يجتمعوا فيه الانواع الزغط المتاع البصون كل البصون واحد الزغط المتاع الزيت والضغط المتاع الماء هو اللي يفصل مبنائهم من كل الناس فالسيد عنده تسريب الزيت من المكان هذا هذا عنده تسريب الزيت من المكان هذا لماذا لان الجوان فيه اشكالية من الأول اللي هو الجوان المشكلة غادية يعني الجوان ترشق من غادية وحاجة لانه عنده خروج زيت ولا مرأة لانه ينتج حتى جوان كلاس اخر يخرج في الماء ينزف الماء ما بين الكلاس والبلوك الماء يجب ان يحلوا على خطوة الكلاس ان الماء يمشي ويربي الكوش كالكير لانه ينزف الماء ينزف الماء مرأة من الماء لانه يدور لانه ينزف الماء لانه ينزف الماء ما هو نصيحتنا لانه يدور الام اللي هو لديه لزيغة تطوة الاماكن نصيحتنا ليه يدور يشكل كلاس ويبدل الجوان لأنه يركب الجوان يركب الشيط في المكان هذا كل هذا كل يركب في الجوء كل يركب في الجوء هذا كل يركب في الجوء طبعا التى عنه خروج اخرج الزيت من ملعبرة الاماكن خرج الزيت من اماكن هذه وطبعا النزول الزيت احيانا ضغط الزيت الزيت الذي يظهر بظهر الفوك يظهر الزيت الفوكه مع زيت الاربعكام اوكذا يظهر الهر ينزل ينزل الانزل على اماكن هذه فيبدأ عنده جوان ساعات هو تلف ولا من جوان طيب ولا مهري يقول يخرج ما بين البلوك والكلاس يقول يخرج من المكان هذا يقول يخرج زيد من أماكن هذه يخرج ما بين البلوك والكلاس والبلوك فالعملية سهلة بسيطة مستعبة يقدر يفكي الكلاس ويغير نفس المركبة يرجع بنفس الرقم ويتفقد فماش حاجة في البلوك والكلاس والبلوك ويركب عادي لا يوجد شيء عملية ليست صعبة وليست خطيرة المشكلة المتاحة هي تخريج زيت للبرا هذه هي مشكلة المتاحة فقط ان شاء الله تنفعكم حالك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته